كمان بعد دقائق هيلطقي بقى ويلطقي كده البرتغالي فريرة المدير الفني بتاعنا محاضرة للقاء طلاق الجيش في فندوق الإقامة يتم شرح خطة المباراة وطريقة اللعب بتاعت المنافس وإيه اللي احنا هنلعب به بأفضل شكل ممكن وهيعلم بعده التشكيل الرسمي للقاء بعدها بإذن الله هينطلق ويتحرك الفرقة والباص لإستاذ القاهرة الدولي في ساعة سبعة ونص وصلوا إن شاء الله عشان يجهزوا للقاء اللي يكون ساعة تسعة مساء إن اللعيبة مركزة جدا والروح معنوية داخل الفرقة عالية جدا اللقاء اللي فات قفلوا صفحته خلاص قفلوا صفحة أم بي مركزين جدا 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 في اللقاء القادم كله عنده حماس قوي جدا كل اللعيبة عندها رغبة في إسعادة جماهير كل اللعيبة عندها رغبة في مصالحة جماهير نادي الزمالك منهم إمام عشور اللي ما كانش موجود في مواتش اللي فات ولكن حاسس إن هو جزء من الفرقة وعليه عبء كبير وإن شاء الله يكون قده النهاردة لفرقنا اللي حصل على مجموعة من التعليمات إمام قبل لقاء طلاقة الجيش من فريرة المدير الفني لفرقنا بخصوص مهامه الدفاعية والهجومية إمام بيتميز ما شاء الله عليه بالقوة البدنية بيقدر يقطع كواس جدا بيشتغل بشكل كبير في الدفاع وكمان في الشكل الهجومي إمام بيسد بشكل كواس جدا بيزيد بشكل جيد بيلعب كور بشكل جيد جدا تقدر تساعد الزمالك في تسجيل الأهداف اتكلم معاه فريرة وشدد عليه بالالتزام بكل التعليمات والأدوار المسنودة لي خصوصا في ظل غياب طرق حامد عن المباراة بسبب الإقاف إمام هيكون محور لعب الزمالك الدفاعي والهجومي هو اللي هيحاول ينقل علي الكورة مع أوباما بالتأكيد في مباراة النهاردة كل التوفيق لي وأتوقع هيظهر بشكل كبير جدا جدا في لقاء النهاردة